دعني فقط أشير إلى هذا البيان للقيادة المركزية الأمريكية تؤكد شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات الميليشيات التابعة وكما فاد عبد الرحمن الآن كان في المتابعة معنا أيضا ضربت القوات العسكرية الأمريكية أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تشمل قاضفات قنابل بعيدة المدى من الولايات المتحدة وأيضا استخدمت أكثر من 125 ذخيرة مختلفة ذخيرة دقيقة شملت أيضا المرافق التي تم ضربها عمليات القيادة والسيطرة والمراكز ومراكز الاستخبارات والصواريخ ومخازن المركبات التي تعمل بدون طيار ومرافق سلسلة الإمداد اللوجستية والذخائر لجماعات هذه الميليشيات في الحرس الثوري الإيراني يقول بيان القيادة المركزية الأمريكية ميليشيات الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد قوات الولايات المتحدة وقوات التحانف يقول البيان